قال أحمد أبو الغيط المدير والأمين العام لجامعة الدول العربية إن جرائم الاحتلال في حق العمال الفلسطينيين تمتدوا لعقود المضت سعى خلالها إلى تدمير قطاعات الإنتاج الفلسطيني وسرقة مقدرات الشعب بشتى الطرق وخلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الخمسين لمؤتمر العامل العربي المنعقدة في بغداد ندد أبو الغيط بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل هذا وشدد أيضا على أن حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية الجميع بمن فيهم المنظمات الدولية داعيا منظمة العمل الدولية إلى التعاطي مع خطة الطوارئ المقدمة من الحكومة الفلسطينية لإعادة تأهيل قطاع العمل